بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا المحمد موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن السيليكتور مواضيع جدا بسيطة و سهلة طبعا السيليكتور رح يكون عندنا ثلاث محاضرات رح نشرح فيها كل إشي إش هي السيليكتور في البداية في جيد السيليكتور هتعرفنا عليها مسبقا بكيف اختيار العناصر في السي اس اس والتحكم فيها بشي احنا في عندنا الإليمت زي مثلا اتش وان ديف سيكشن انه انا كيف اقدر اتحكم في الكلاسات في الاي دي في العناصر بشكل كامل لكن هالمرة هنتعمق اكثر ويتعلم كيف ممكن اختار عدة عناصر بشكل احترافي واتحكم بالاطفال بشكل اكثر هتفهم قصد ان شاء الله مع الشرح في البداية هل راجع الاشياء لاخذناها خلال ال 118 فيديو اول اي شي رح نبلش باليونيفيرسي الليكتور شرحناها مسبقا هي فكرتها بتطبق على كل العناصر فتعال اشرح لك اياها بشكل سريع هو المفروض انها شرحناها اشترك فولدر جديد 119 وداخله في عندك ملف اندكس ملف تدري بسيط حطلك في بعض البراغراف اللينكات عشان نطبق عليهم رح اسكر اكسبولر بها الطريقة عشان يكون الكود واضح معك بشكل كبير وحاجي داخل الستايل ونطبق اول اشي وهي اليونيفيرسي الليكتور اللي هي خلني احكي سيليكتور وان بالترتيب لانه رح يكون في عنا عدة سيليكتور مثلا حكيتم هون يونيفيرسي الليكتور وحكي له كالر ريد وحكي له كالر ريد فالمحروض انه كل اشي السيدلونه احمر عمل ابلاي لكل اشي اتوقع انه هاي الفكرة صارت واضح في نقطة وهي ما بدي احكي لك اياها فالدرس رقم 119 فالترمفروض كن حاضر معي 118 محاضر هي يعني حرفيا دورة متكاملة خلصنا اول موضوع هو يونيفيرسي سيليكتور الشعر الثانية وهي الانيمت وهي بكل بساطة انه كتب تختار عنصر نفسه كان مثلا اتش وان او كان ديف خليني هون اضيف لك داخل باكتك شارتي بنجمة هون نحكي سيليكتور تون طبعا فكرة الكومنت هي فقط للمراجعة ويكون موضوع بالنسبة اليك سهل فخلنا اكتب هون هي الانيمت مثلا رح اعمل كومنت على يونيفيرسي سيليكتور عشان نطبق الانيمت بده احكي لهون مثلا اي باراقراف داخل الاشتماع اعطيه بلون بلون سير cause ضع اي باراقراف اخذ لون الازرق عشان ننتبه انه لنك باخذ لون الازرق لانه deviهsect هاكا افهمني باراقراف كن الباراقراف اخذ لون الازرق اي باراقراف واحد باراقراف غيرها اني ندور لا يدور باراقراف واحدة يس فيคوتيه باراقراف واحد اتوقع فكرة يعني اسم طبقناها كثير هي جدا سهلة بسيطة انت بس بتحدد اي عنصر والتبتح من عناصر الاجتماعي وبتعطي الخصائص بالذكية السيليكتور الثالث وهو الكلاس وهو فكرة انه احنا منعطي مثلا الديف في كلاس عن طريقة الكلاس متحكم فيه خلي اوضح لك الفكرة مثلا هون عندنا السيليكتور معطي كلاس انيمت 2 كلاس انيمت 1 كلاس انيمت 3 كلاس انيمت 4 فمقدر اتحكم في اي اشي ببديه عن طريق الكلاس في وديف طراغراف واجي هون اضيف كومنت وحكي له 3 سيليكتور وحكي له هون باكتك كلاس ونحكي له مثلا .elimit1 حكينا منحكي عنها هايفل هاي الشحطة منحكي عنها هايفل كل براكت وحكي له مثلا color اقوى احب اللون هاو كثير حلو بحسو سيف طب وين الالمت 1 هايه السيكشن معطيهنه كلاس اسمه المت 1 معطيهنه عدة كلاسات المت 1 style fold لكن شو بهمني بهمني احددت المت 1 وقلت له اي كلب الداخل يكون اكوى في عندنا بداخله test وفي عندنا المت سيكشن اتباهت هنا لازبط لك اياها بشكل اكبر رازلها على سطر تحت وعمل سيف هون اتباهت انه سيكشن 1 صار لونها اكبر لكن اللينك ما تغير ليش اللينك ما تغير لانه فيه style خاص فيه وعشان تغير لوني style او عفوا لوني اللينك لازم نحدد ايه ونغير اللينك واخدناها مسبقا واللي هي كانت زي مثلا الهوظة البيزيت ونذكرهم للكليك يعني تكلم في المحاضرات السابقة وعلى اغلب انو احنا نرجع نشرحهم انشاء لك مشسد في المحاضرات القادمة وموضوع الكلاس ما توقع موضوع سهل وبسيط وبعدك اجينا لفكرة جديدة اسمها ال id واندو اضضح لك نقطة مهمة ونفوض شرحتها مسبقا انا ممكن استردم الكلاس لابدي اناسق اكثر من def اكثر من section بعطيهم نفس الكلاس معناته الكلاس يتكرر لكن ال id مستحيل يتكرر فال id بنعطى مرة واحدة داخل الصفحة ومستحيل يتكرر ومثلا هون باستخدم ال id عن طريق الهاشتاد وحكي له هون تعالوا نجرب فكرة ال id ونطبقها مع بعض الناس رقب 4 for selector اتمنى تكون الفكرة صارت باضح يعني على سبيل المثال انا هم اعطي style phone مكررها في ال H2 برضو مكررها في ال section هون فال style phone اتكرر اكثر من مرة معي بزبط عادي لكن ال id مستحيل يزبط بس مرة واحدة بنعطى داخل الصفحة فمثلا عن اغلب في عندي انا اعمل في لينكات شغلة اسمها active وينها وينها بضعها هي ساعة انا هون في عندي ونفق في عندي home course direct child وفي عندي الفكرة اللي بتعطي ال home لون معين فعطيته id اسمه active الاكتف فا بس رح يكون لهم واستحيل يتكرر داخل الصفح وحاجي هون كل بساطة احكيلو هاشتاج وحكيلو هون اكتف كل براكت وحكيلو color orange سيمي كولر بعدين احكيلو font size زي الميني بطاطي المساعدات وحكيلو هون 20 بيكسل سايف هيا شايفو ال home صار لونها orange وصار حجمها 20 بيكسل هو front size توقع الفكرة صارت واضحة انتقل الآن لل selector الخامس selector الخامس بحكي لك انت ممكن تعمل مناداء على class جوا class هتقول لي كيف يمكن بساطة انت عندك class أنا مسميه بارك بداخل هذا ال class فيه عندك كمان class تكتنادي علي فبتحكي dot class dot class ومنفس الاسم dot parent يعني الاب dot child هني اوضح لك بشكل اكبر عشان تفهم الفكرة مية في المية ومثلا لو اجيت انا هسا على مية المية الايمت 5 boys هيا اوعي فاف هاي بدايته هاي نهايته بداخل السكشن انا معطي هون class element 5 ومسمي انا section 5 فهو كان الوساط اللي تحت شوي عشي يكون موضوع اسهل ومعطي انا هون edge 5 شايف ال edge 5 اكيد اللي يخلني احكي عنها header 5 ومعطي كمان section فهو انتبه ان انا معطي section بداخل section السكشن انا معطي class وسمي element 5 واحد فانا بدي اعمل access لهذا السكشن فبشكل الصح لهذا class شو ممكن اصاوي؟ فاقوله شفت ال element 5 بداخل في عندك element 5 واحد فكيد طبعا هنغير اللون child section 5 1 تعالي شوف كيف الناس selector رقم 5 راح كيلو class include class تعالي class بداخل class هاي باكتك وهاي باكتك وهاي باكتك وكل بساطة ماجه احكيه هنا dot element 5 عادي ما اترك فراغ مش كابي داخل في عندك element 5 واحد ساعتم اعطي مثل الكلر بيربل point size 24 وصار عندك section 5 1 صار لون بيربل وتغير point size هاي الطريقة ما اترك تزبط في حالة لما يكون في عندك class بداخل class حتى اذا انت ونكفت عليهم يصير يساعدك وهون خلينا نبدأ على نقطة مهمة لو انا ساقع بحدي شو بحكيري انه في عندك element شو ما كان element section div شو ما كان class بداخل المحتمال يكون في عندك code بس اكيد رح يكون بداخل هذا الكود برضو عندك class ثاني وهون معنى كلام بcode معنى انه عناصر اخرى تمام يعني مثل يكون في عندك H5 H1 لكن برضو يكون في عندك any class الاسمه element 5 1 تير رح يفيدنا فننتقل هسا بالselector رقم ستة select رقم ستة اكثر فكرته حلوة يقول لك كيف ممكن تمسك اكثر من class وتعطيه نفس style ولكن بكل بساطة اول class بدون اي فراغ تناجي مباشرة على class الثاني الفرق بين نتعلمه هسو تعلمنا قبل شوي انه قبل شوي كنت تركين فراغ ساعتها بسير class الاب class الطفل بداخل لكن بدون فراغ يستطيع ان تحدد هذه classات التي بدك تعطيها نفس style تعالى نتطبق هاي الفكرة مع بعض عشان نتأكد لكي تفاهمها 100% رح ودف selector 5 واجعل selector 6 ستة selector سل سل رحكي له هون باك تيك واحكي له بكل بساطة handle multiple class هنا واجعل y نحكي له امور ما تبقى بكل بساطة انا في عندي box وفي عندي front face خليني اشوف وين البوكس بوكس 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 هاي في عندي class اسمه بوكس وفيه class ثاني اسمه front face كده هندي الاثنين مع بعض مع العلم انا هتحكي اذا اعطيت style للبوكس فاكيد رح يتطبق على كل اشي هون ما في داعة تكتبه front face front face انا مستخدمها تحت class sexual class اسمه front face فبكل بساطة وحاجي هون واحكيري اي اشي من اعطيه انا box .box يعني اي class اسمه .box بالاضافة انه اي class اسمه front front face من اعطيه الويدث يكون 50 بيكسل الهي يكون 50 بيكسل والباكي color نعطيه مثلا orange red save فانتبهنا هنا انه العربيك سفي عندنا هنا صندوق طب نزلنا الى تحت هنشوف وين الفكرة yes طب انشاء في السكشن اسمه بوكس عمل صندوق طوح ممكن نكبره عشان يأخذ حاجه بشكل كامل ممكن نحكي 150 150 150 save ممتاز طب انه front face ليه ما اشتغلت بده اعطي margin margin ما اتم افضل اعطي مثلا 20 بيكسل اعمل فراه ما اعطي بالاثنين فلا بس بنا واحد اكيد دعت انه ما اشتغل خليني احكي لك شو فكرة الهاندل multiple class بشكل اوضح فكرة multiple class لازم يكون في one element هبقلني هذا الحقيقي شو واضح شو قصدك اقول المت انت بتهاندل two classes او حتوك ثلاثة لكن بكونوا داخل element واحد هون شو بحكيلو اي class في عنده books front face خلي عنده background color red يعني انت قابل تتحكيلي انت قابل تتميز هيك معنى كلامر بقولك اه طب شفت الفرونت فيس لو بس ضفت لها books ساعتها سيصير عندها لول احمر طب شوف شغلة ثانية لو نسخت هابس section لتحد ومساحت مثلا كلمة T ومساحت اضفت هنا books ما رح يشتغل لماذا اشتغل هون اضيفك هون اضيفك هون عشان تحسين الوضوع كمان اوضح الآن في section الفوق اضف لك اللون الاحمر طب section التحد اضيفك اضيفك الشرط الشرط بوكس وفرونت فيس هذه الكلاسية مجدية بنفس الانصر سأعطيها بالسطايم اتوقع ان الفكرة سالة واضح في البداية سأعطيك اياها ببساطة بعدين ادخل لهاي النقطة اتمنى تكون فيها بتقولي في التعليقات اذا فهمتوا هاي النقطة او لا فممكن سنزبط شوي الكود هنخليها عشان تذكر يعني مش شرط يكون نفس الترتيب يعني مش شرط ان يكون عوشي بوكس بعدين فرونت فيس عادي لكن لازم يكون عندك الكلاسين موجودين بنفس طريقة الكتابة عشان يشتغل معك بالبوكس اللي هو باللون الاحمر ننتقل يلا ننتقل الان للسيلكتور رقم سبعة element اللون بلاس وهي هاي بسيطة انو يكون في عندك بداية عنصر زي ما ثباح كيلو بوكس وبداخلو ديف مثلا وهي انت اكيد حتى معي كتير فراح اوقف في الكود وهنا 7 selector كالعادة سينحافل ال E هذي اللي احكي له هون باكتك element include include بلاس طبعا مهم جدا انك تكتب التعليقات هاش تتذكر شو درست انا مثلا في element 5 هذا كلاس صح بداخلو في عندك H5 هو header 5 ودعم امسك header 5 شو اساوي بس بحكي له عندي element 5 5 بداخلو في عندي H5 بها البساطة وهي header 5 headline 5 or header 5 color كنت احكيت لك headline او header وهنا بسي عندي مشكلة اختلاف اللغات فهو عن اغلب header headline هاي كانت fifth letter السورية نفس المعنى header المهم فبنحكي اسا color orange وعندنا هون point size تعالي فلت ليست لغة برمجة فلت هو اطار عمل وظيفته يميد تطبيقات الموبايل والويب ودس اكتب وعلى اغلب ان تكتبت فيديوهات عندي على القناة تشرح فهو مسكنا header 5 وعملنا load orange وعطينا point size 25 بيكسل وهي اتوقع سهلة كثير انو اخرنا طبقناها كثير خلال الدورة ننتقل هسا ل selector جديد ورقم ثمانية group class وهو بحب اكيد سألت حلقة قبل شوي طب افض انو زي ما حكيت في البداية انو بدي هندل اكثر من class بس مش ع نفس السطر او عفا مش ع نفس الانصر كل class منفصل على الثاني كيف ممكن هندله الموضوع جدا بسيط استخدام group class تختار اول class ممكن تختار عنصر بداخله بعدين بتعمل كمه وبتختار الكلاس الثاني والعنصر اللي بداخله طبعا معنى الكمه هون كأنك بتحكي or مش يعني or يعني او يعني يهي 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 او الثانتين مع بعض خير وبرك او تطبق الثانتين مع بعض يعني ما في عندك مشكلة فتعالي شوف شو معنى كلمة or طبعا معنى كلمة or يعني يهي يهي او الثانتين مع بعض خير وبرك فتعالي شوف شوف موضوع ببساطة وحوقف هنا الكود ووضح لك فكرة or اللي متأكد انك لسه شوي في عندك فيها مشاكل ثمانية selector رحكي له هنا group اول اشي group class في البداية رح هروح مباشرة على element for في المتفور فيه بداخل باراغراف رح يهندل هذا اول انصر element to element for وبداخل في عندنا باراغراف رح يسأل بعديها كمع يعني او يتهندل لي المتفور في بداخل سبع المتفور المتفور سبع كله ماشي element dot المتفور وبداخل سبع او يتهندل لي المتفور هايو وبداخل في عندك ايه اللي هو اللينك dot المتفور وبداخل في عندك ايه هو اللينك ومتطيب كما بدك ومتطيب كما تعمل كما شو انتبهت انه انا هسا هندلت اديت الكلاسات وحاعدهم نفسي ال style شو بحكيرو اول شي بحكيرو المفضل اعطيه font family او خلني احكي style افضل وعطيه اترك فهتقول لي موضوع شوي مشو واضح خليني اعطيك انا مثلا موضوع اكبر شوي point size خليها 30 بيكسر هتشوفهم شكل اكبر ممتاز فعندك التست اللي هو اللينك صار عندك اترك صار عندك font size ثلاثين قلنك كمان براقراف وينها البراقراف هي english yes english هي english صارت كبيرة والاسمال برضو صارت كبيرة لا توقع ان الفكرة صارت واضحة فعرفيا فكرة كما هنا انت قاعد بتحكي انه والله هندل لي اول واحد هندل لي ثاني واحد هندل لي ثالث واحد فكرة الطرمجة مشو يحكي له اذا لقيت هاي نفذ اذا لقيت هاي نفذ لاش حكيت or في شغلة اسمها and اي واحدة تنفذت وفي واحدة ما تنفذت ما راح تخرب الكود يعني خلينا احكي لك مثلا span one في شغلة اسمها span one لا safe هل لكو الضرب هل في اشي خرب لا تستشغال وهو link وظل الاسبابة ايش ما اشتغلت هان كل selector ضرب لا معنى كلمة ضرب يعني error او خطط فانا بحكي لك فكرة انه اذا حد فيهم صار فيها مشكلة لا تؤثر على selector الثالي اتمنى اكون قدرت اوصل لك الفكرة ببساطة تتوقع عنده الفيديو طويل شوي لكن قربنا نتخلص باقي عندي انا to selector ننتقل لسا selector ما قبل الاخير وهو المسهل معلمتك في البدايات لانو انا بعد ما اكتب الكلاس لحاول وباكتب الكلاس هل موجود مثلا موجود داخل عنصر اسمه باراقراف هون عشان يكون الكود اوضح ممكن شون يحكي هون الممكن اوش توقف هذا الكود احكيرو هون تسعة سوري احكيرو هون تسعة selector احكيرو بكل بساطة element class وهدف منها انو بعد ما اكتب انا مثلا اعطيك انا مثال واضح وبسيط بعد ما اكتب زي هيك اكتب style font font 2 900 font 30 بيكسل هتكتب هل style font موجودة هقولك لا في طريقة افضل style font وانتسخ نفسي الاقوال الموجودة هون وعن اغلب انو اعمل كل اشي كومنت لاني ما سكرتش الكومنت التعليف هي ويت وصايز نحن نحكي بولد يعني وصايز ثلاثية بيكسل طبع اي اشتور ايه ستايل فولت اتشتور كنترول دي كنترول دي كنترول دي يس اتشتور بس طبو كنترول دي بتساعدني اني انا ادو بر ممكن ادوه بشكل احسن من هيك كنترول اف واكتب هنا اتشتور هاي افضل شا اكون اتشتور انا اصريح معك دولة كم اتشتور عندك داخل هاب الملاح بس كنترول دي بتحددلك يوم عشان تتعدل عليهم هتقولي انا مش فاهم ومثلا اجي هسا هون مثلا على ستايل فولت بعمل كنترول دي قلي هي حددتي على ستايل هاي والستايل هاي وممكن بثل اشطب حرفي ايه على اثنين فقط اخلي واحد لك اكيد ارجع ايه Kennتبيه تنتبيه اني انا اتفسها الل money والcoveration جدا في ال fab recon انت claimed ان ال headquarters قد هتم اللي ستايل فولت في اكثر من مكان فاقلت لا ما تطبقي واحدة على ال الNING было لماذا تطبق لي على ال H2 padres�병 فهو ال H2 في عدده style فولت طبق لي هاتوي لا تطبق الاسم اللي على كل شيء موجود عندك في المشروع لو قلت له Mandate escol本 فهي H2 في عنده style font طبق لنحكيها ما تطبق ال style font على كل اشي موجود عندك في المشروع لو قلت له في ال H2 مثلا طلع ساعته حيطبق ليها على كل مكان شوف كيف تغير كل اشي لما قلت له بس بدي اياها H2 اللي فيها ال style font فقط فأتمنى تكون الفكرة صارت و ننتقل الان قبل ننتقل الان انا افضل هوا الكثير ال element class كثير مفضله لانه محسه كثير واضح كتاب تلك كوت لو تكتب انه مثلا عندي انا دف معطيه له class اسمه مثلا style font ووظقوله عام 1 2 3 لو بتيجي بعد سنة ما تلاقي كلمة style font لحال تلاقي انه فيه دف انت معطي style font لبنكون موضوع اسهل عليك فأستردمها كثير نحن اخر اشياء لنا وهي الـDirect Child وهي نحكي نافذة المحاضرة القادمة التي ستكون بعنوانها كلها بتقريبا ما هي الـDirect Child؟ عندك Class الشرط الأكبر هي The Greater Than بعدين Def بكل بساطة نحكي لك أي Def في داخل الـParent سأعطي Style لستكيب نازم شو يكون من الأخوان ستقول لي ما فهم شو قصدك شو يعني Brother و أخوان شو تحكي له عن طبيق عشان تفهمها صح مية في الوليه أول إشي نكتب هنا وهذا أثر سيلكتور معنا في هاي المحاضرة سيلكتور كيف؟ بعنوان Direct Child Just فقط Brother فقط الإخوان هتقول لي شو قاعد بتحكي شو بس العلاقات هاي شو حاس فيها علاقات صح؟ أقول لك صح لو جاءنا هسه على نطبق على شغلة اسمها Navigation في الـ Navigation هتنتبه أنه عندك A A A في عندك أكثر من الـ Link و بداخلهم برضو في عندك H4 لو حبيت أنا بس أعطي الـ Link Style شو ممكن أسوي؟ بكل بساطة أجي هوا بحكيره شفت الـ Navigation عندي إياه كل الأطفال اللي هما الـ Link أعطيهم Color Orange في هاي الحالة هو رح يستثني اللي هو كأنه كان H1 الـ H4 هتشوف أنه الـ Home أعطيه لون Orange Course أعطيه لون Orange الـ About أعطيه لون Orange طب والأربعة قالوا لا هذا مش من الأطفال المباشرين يعني Navigation قالي أي طفل مباشر شو قصده مباشر على نفس الـ Level على نفس المستوى هلوش قصدك في المستوى؟ تعال أوضح لك إياها أكثر لو إجينا هسا على البوكس هاو هتنتبه هنا لأنه في عندك H2 وفي عندك H2 هون داخل سكشن ثانية صح؟ قد ويني صح هذا المثال رح يوضح لك فكرة الـ Level المستويات لو سألتك سؤال هل الـ H2 هاو نفس هاو المستوى يعني H2 الإنجليش هل نفس الإنجليش بداخل السكشن؟ قد ويني لا هذا المستوى هاو مستوى هتطلب لأنه السكشن هون داخل بجوات الـ H2 فالـ H2 هو طفل بداخل السكشن هاو أما الـ H2 هو طفل بداخل السكشن الاسمه بوكس فإذا إجئت وركزت عن نقطة هاو حكيت له .box بدي كل الأطفال اللي على نفس المستوى في Header 2 أعطيهم Color Beard هل رح يعطيه Color اللي بداخل السكشن؟ هل نشوف في الإنجليش هونه اجعل بوكس تقول له هي H2 على نفس المستوى على نفس المستوى فأعطيه الـ الـ Style بالنية طب لقى الـ H2 لكن هذه ليست من الأطفال المباشرين ليست من الأخوان المباشرين هي داخل مستوى ثاني ساعتها مش رح يعطيها الـ Style أكد ستسألني كيف ممكن أعطي الـ Style وكل إشي هل نتعلمها إن شاء الله في المحاضرات القادمة ونتعلم أكثر كيف ممكن نحدد العناصر أتمنى أني ما أكون طورت عليك كثير في هاي المحاضرة أكد انتبهت أنه موضوع مهم ولسه هنتعمق في عندنا محاضرتين والمحاضرة سيكون فيها برضو عشام الـ Selector وهو كثير رح يفيدك في المشاريع إن شاء الله وتسهيل اختيارك للعناصر وكل عادة شفت هاي المحاضرة المفيدة واستفدت منها شاركها مع زملات وكتملنا التعليق وحطينا لايك عشان توصل لأكبر عدد ممكن من المبرمجة يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة وإلى اللقاء